ما معنى رؤية الموبايل في الحلم؟ ما معنى شراؤه وبيعه وطياعه وسرقته؟ ما معنى رسالة الموبايل واتصال الموبايل؟ ما معنى تجديد الموبايل في الحلم؟ ما معنى شحن الموبايل؟ ما معنى ألوان الموبايل في الحلم؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسلي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الموبايل في الحلم يا أخوة هي علامة محمودة تدل على الخير تدل على الرزق تدل على أخبار سعيدة تسمعوها عن قريب الموبايل في الحلم أيضا يدل على أنكم تتمنوا شيء معين وتتمنوا حدوث هذا الشيء لربما أنت بتتمنى الصفر لبلد معينة ومنتظر الفيزا لربما أنت تتمني الزواج من شاب معين ومنتظر خبر هذا الشاب قادم لك أم لا لربما أنت تتمني شراء بيت جديد أو أنت تتمنى شراء سيارة جديدة فالموبايل في الحلم هي علامة محمودة وأيضا يدل على شيء أنتم تتمنوا حدوثه ما معنى شراء الموبايل في الحلم؟ الموبايل في الحلم شراءه يدل على الخير يدل على الرزق يدل على شيء عظيم سوف يتحقق لكم وستسمعوا هذا الخبر عن قريب لو أنت بتتمني الزواج من شاب معين وشفت في حلمك أنك بتشتري موبايل هي علامة محمودة تدل على أن هذا الأمر سيتم لك تدل على أنك ستسمعين أخبار حسنة عن قريب وكذلك للشاب لو أنت بتتمنى الزواج من فتاة معينة أو بتتمنى الصفر لبلد معينة أو بتتمنى العمل في شركة معينة ورأيت في حلمك أنك بتشتري الموبايل شراء الموبايل يدل على حدوث هذا الأمر شراء الموبايل يدل على أخبار سعيدة قادمة لك عن قريب شراء الموبايل الجديد أيضا يدل على خير جديد يفتح لك لربما باب رزق جديد يفتح لك لربما زواج أو لربما خبر سعيد جديد يأتيك شراء الموبايل في الحلم للمتزوجة يدل على أخبار سعيدة ويدل أيضا على الحمل وعلى الذرية لربما تسمع خبر عن حملك أو لربما تسمع خبر سعيد عن أولادك وللمتزوج شراء الموبايل يدل على خير عظيم قادم له لربما تسمع أخبار حسنة في عملك لربما ترقية لربما زيادة في مرتبك لربما تسمع أخبار حسنة عن أولادك أو زوجتك شراء الموبايل للمطلقة والأرملة هي أيضا على ما محمودة تدل على زواجهم أو تدل على أخبار سعيدة يسمعوها فشراء الموبايل في الحلم هي علامة محمودة للمتزوج وللمتزوجة وللشاب وللعزباء يدل على زواجهم وللمطلقة والأرملة يدل على الزواج لو أنت بتتمنى السفر لبلد معينة أو بتتمنى العمل في شركة معينة أو بتتمنى ترقية في عملك شراء الموبايل يدل على حدوث هذا الأمر يدل على الترقية يدل على السفر يدل على خير قادم لك أنت تتمنى أو أنت بتدعي علشان شيء معين يحدث أو يتحقق شراء الموبايل في الحلم على ما تدل على حدوث هذا الأمر طب إيه معنى بيع الموبايل في الحلم بيع الأشياء في الحلم هي علامة غير محمودة فلو أنت شفت في حلمك أو شفت في حلمك أنكم بتبيعوا الموبايل بتاعكم هي علامة غير محمودة لربما باب رزق ولم يتم لكم أو لربما صفر إلى بلدة لا تتم لكم أو لربما كان أمر مشروع جواز أو مشروع بيزنس أو عمل لا يتم لك وخاصة يا أخوة لو أنتوا بتعملوا استخارة على موضوع معين وشفتوا بيع التليفون هذه علامة تدل على أن هذا الأمر لن يتم على سبيل المثال لو أنت بتحبي شاب معين وبتتمني الجواز منه وعملت استخارة عليه وشفت في حلمك أنك بتبيع الموبايل بتاعك هي علامة واضحة على أن جوازك من هذا الشاب ليس بخير لك فما تزعليش ما تزعليش أنه مش خليك ربنا حيبعت لك أحسن منه وكذلك لك يا أخي لو أنت بتتمنى السفر لبلد معينة أو بتتمنى الترقية في عملك أو بتتمنى شيء معين وشفت في حلمك أنك بتبيع الموبايل بتاعك هي علامة واضحة على أن هذا الأمر ليس بخير لك وهذا الأمر لن يتم لك فما تحزنش قال الله عز وجل ولا تيأسوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فخلوا عندكم إيمان بالله وثقة في الله إن ربنا حيعوض عليكم بأحسن من اللي راح منكم أيضا بيع الموبايل في الحلم يدل على خسارة مادية أو خسارة مال لربما أنت بالضارب في البرصة أو لربما أنت داخل مشروع جديد أو لربما أنت سلفت وحدة صحبتك فلوس بيع الموبايل يدل على أن هذا المال قد ضاع ولا حول ولا قوة إلا بالله طب معنى ضياع الموبايل إيه في الحلم لو شفت في حلمك أنك مش لقي الموبايل بتاعك أو أنت مش لقي الموبايل بتاعك هي علامة تدل على الحيرة في أمر ما لربما أنت في حيرة بسبب أمر جوازك من شاب معين أو لربما أنت في حيرة بسبب شيء في عملك أو شيء في سفرك فضياع الموبايل في الحلم يدل على حيرة ويدل على تعصر في أمورك وتعصر في أمورك في موضوع معين أنا دائما أنصح من يرى ضياع الموبايل في الحلم بتلت أشياء أولا عليك بالمحافظة على الصلاة وعليك بالمحافظة على الصلاة لأن الصلاة هداية دايما بسأل اللي بيشوفه موبايلهم ضعف الحلم دايما بسألهم هل أنت محافظ على الصلاة هل أنت بتصلي وغالبا الإجابة بتقول لأ دايما بصلي شوية بقطع شوية المحافظة على الصلاة هي هداية وهي راحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال فكانت الصلاة تجلب الراحة والتمؤنين للنبي صلى الله عليه وسلم فضياع الموبايل في الحلم يدل على تعبك ويدل على حيرة في أمر ما أو حيرة في أمرك يا أختي وخاصة موضوع الزواج فأنصحك بالمحافظة على الصلاة أيضا أنصحكم بكثرة الاستغفار كثرة الاستغفار تجلب الرزق وتجلب الهداية وتجلب المعونة فربنا عز وجل قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة فالاستغفار يجلب الخير والرزق والبنين والذرية والزواج أيضا ضياع الموبايل بيدل على عدم معرفة شيء معين فأنصحك دائما بالدعاء الدعاء يرفع البلاء فلو أنت في حيرة في أمر زواجك أو أنت في حيرة بسبب عدم زواجك يعني بعض الأخوات جوازها متعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله كلما يتقدم لها عريس هي ترفضه أو هو يرفضها أو أهلها يرفضه أمورها مش متيسرة فضياع الموبايل في الحلم يدل على تعسر هذا الأمر فعليك بالاستغفار وعليك بالصدقة الصدقة تطفئ غضب الرب الصدقة تيسر الأمور وتفتح الأبواب فلو شفتم ضياع الموبايل في الحلم عليكم بالصلاة وكثرة الاستغفار وعليكم بالصدقة طب معنا سرقة الموبايل في الحلم إيه؟ لو شفت في حلمك أن فتاة معينة بتسرق موبايلك وإنت عرف الفتاة دي في الحقيقة احضري من هذه الفتاة هذه الفتاة تريد سرقة شيء منك في الحقيقة ولربما له علاقة باتصال لربما له علاقة باتصال بشاب معين أنت بتتمني الزواج به لربما له علاقة بالعمل أو المدير وكذلك للأخ لو شفت في حلمك أن شخص معين أنت تعرفه بيسرق الموبايل منك في الحلم احضر من هذا الشخص هذا الشخص عدو يريد إيذاءك وبيتكلم عليك بالسوء ولربما هو ينظر إلى زوجتك أو بينظر إلى خطبتك أو بينظر للفتاة اللي أنت تتمنى الزواج منها سرقة الموبايل دائما هي سرقة رزق يعني في شخص حولك أو فتاة حولك أو شخص حولك يا أخي عايز يسرق من رزقك عايز ياخد شيء منك ولا حول ولا قوة إلا بالله فاحضروا من هذا الأمر فهو عدو طب لو اللي سرق الموبايل شخص أو فذاه أنت متعرفهوش هو دليل على أن في عدو حولك أو عدو حولك وأنت مش وغد بالك أو أنت متعرفهوش فاحضروا من أعدائكم سرقة الموبايل تدل على عدو حولك عايز يسرق منك شيء أو عايز يسرق منك خير فهذه الرؤية جاءتكم من الله عز وجل لتحذركم من أعداء ولتحذركم من أشخاص يريدين سرقة شيء مادي أو شيء معنوي منكم فاحضروا من هؤلاء الأشخاص طب رسائل الموبايل في الحلم معناها إيه؟ رسالة الموبايل في الحلم تتحقق في الحقيقة وخاصة لو أنت قمت من النوم أو أنت قمت من النوم فكرين الرسالة على سبيل المثال وحدة بتحب شاب وتتمنى الزواج منه شافت في حلمها أنها جالها رسالة من هذا الشاب بيقول لها في الرسالة أنا جاي أتجوزك أو جاي أخطبك أو أنا معجب بيكي هذه الرسالة هي حق هذه الرسالة هي بشارة من الله بأن هذا الشاب فعلا بيحبك وفعلا قادم عشان يتقدم للجواز منك فرسائل الموبايل في الحلم تتحقق في الحقيقة فلو أنت جات لك رسالة في الموبايل في الحلم بتقول لك ألف مبروك على حمل مراتك أو واحد بيهنيك على ترقيتك في العمل أو الصفارة بعتت لك رسالة على الموبايل بيقول لك مبروك أخدت الفيزا هذا الأمر سوف يتحقق فرسائل الموبايل تأتي في الحلم إما لتبشير وإما لتحذير تبشير بخير قادم لكم لربما جواز لربما سفر لربما ترقية لربما زيادة في المرتب أو تحذير من عدو لو جات لك رسالة موبايل تحذرك من فلان أو تحذرك يا أختي من فلان اعرفي بأن هذه الرسالة حق جاءتك من الله عز وجل لتحذرك من هذه الفتاة أو تحذرك يا أخي من هذا الشخص رسائل الموبايل أيضا هي دليل تدل على خير قادم لك من حيث لا تحتسب لأن الرسالة بتجينا وإحنا مش عارفين من اللي بيبعتها أو ليه بعتها فرسالة الموبايل دايما بتيجي للأشخاص اللي هم مكروبين أو بينتظروا الفرج ودايما بتبقى متعلقة بالزواج يعني لو فتاة أمور جوازها متعسرة وشافت في الحلم إنها جالها رسالة على الموبايل دايما بفرحها بقولها في خبر سعيد قادم لكي له علاقة بالزواج وسبحان الله في نفس الأسبوع أو نفس الشهر هذه الفتاة بتبعت لي تقول لي شكرا تحققت الرؤية فعلا جالي شخص أنا ما كنتش أعرفه طلب إيدي وإحنا تخطبنا فبفرح بهذه الرؤية رؤية رسالة الموبايل تدل على خير يأتيك من حيث لا تحتسب طب معنى تجديد الموبايل في الحلم إيه؟ لو شفتي في حلمك أو شفتي في حلمك إنكم رحتوا المتجر أو رحتوا المول أو رحتوا في أي محل علشان تجددوا الموبايل يعني بتدولوا الموبايل الأديم وبتاخدوا موبايل جديد التجديد في المنام هو تغيير الحال من حال لحال أفضل يعني التجديد سواء بتجدد السيارة سواء بتجدد العربية سواء بتجدد البيت سواء بتجدد التليفون هو تغير حالك من حال لحال أفضل يعني لو أنت في شركة ومش مرتاح في الشركة يبقى حتشتغل في شركة أخرى ترتاح فيها وفي منصب ترتاح فيه لو أنت أمور زواجك متعسرة وشفتي في حلمك أنك بتجددي الموبايل يبقى أمور جوازك حتى تيسر وأحوالك حتى تيسر لو أنت متزوجة ولا تحملي وشفتي أنك بتجددي التليفون في الحلم أو الموبايل أبشري بالحملة عن قريب وزواجك عن قريب والفرج عن قريب تجديد الأشياء في الحلم هي علامة خير تدل على تحسن الحال وتغيره من حال لحال أفضل بإذن الله الواحد القدير فأبشره برؤية تجديد الموبايل أو تجديد الأشياء عامة في الحلم طب شحن الموبايل معنائي شحن الموبايل يا أخوة لما تحطوه في الكهرباء علشان يتشحن هي علامة محمودة تدل على زيادة الخير لكم تدل على استعانة بالله ومعونة من الله القادمة لكم لو أنت في كرب وشفت أنك بتشحن الموبايل بتاعك في الحلم سيفك هذا الكرب لو أنت مريضة هيبهو سبيل للشفاء أو بشارة بالشفاء لأن لما تشحن الموبايل الموبايل بيبقى عمره أطول وبيبقى قوته أكبر فالمريض شحن الموبايل للمريض يدل على شفاءه وللمسجون يدل على فك سجنه وللمديون يدل على قضاء الدين وللمش غير متزوجه يدل على زواجها لأن أيضا يا أخوة لما بتشوفوا أنتوا بتحطوا السلك جوا الموبايل هذه الحركة يعني السلك بتحطوه جوا الموبايل علشان يتشحن هذه الحركة حركة جواز اللي بيشوف الحركة دي بيتجوز في نفس الشهر أو في نفس السنة لو شفتي في حلمك أنك بتحطي الموبايل في الشحن هذه الحركة أنك بتحطي السلك في الموبايل حتتجوزي في نفس العام وكذلك لك يا أخي لو أنت بتحطي السلك في الموبايل علشان يتشحن هذه بشارة بزواجك في نفس العام بإذن الله الواحد القدير فأبشره بشحن الموبايل وكمان يا أخوة شحن الموبايل يعني بتحطه فيه فلوس يعني الشحن اللي بتحطه فلوس في الموبايل عشان يبقى معكوا دقايق أكتر عشان تتكلموا أكتر هي أيضا علامة محمودة شحن الموبايل الشحن المادي يدل على خير يدل على رزق قادم لكم يدل على قدرة لكم لربما يأتيكم رزق يغنيكم لربما يأتيكم رزق يعينكم على قضاء الدين ويعينكم على التصدق ويعينكم على معونة الناس فشحن الموبايل سواء شحن إلكتروني أو شحن مادي هي علامة محمودة أبشر بها عن قريب طب انكسار الموبايل معنائي انكسار الموبايل هي علامة غير محمودة تدل على أمر أنت كنت تتمناه لكن لا يتم هذا الأمر لربما أمر صفر لربما أمر مشروع أنت كنت دخله مع أصدقائك انكسار الموبايل يدل على أن هذا الأمر لن يتم فلو انت عامل استخارة على أمر معين أو انت يا أختي عامل استخارة على موضوع جواز من شاب معين وشفتي أن مبيلك انكسر في الحلم هي علامة غير محمودة ربنا بعث لك العلامة دي علشان يقول لك أن موضوع الجواز من هذا الشخص غير حسن أو لن يتم أو ربنا بعث لك يا أخي هذه العلامة علشان يقول لك هذا المشروع أو هذا البزنس مع هؤلاء الأشخاص هي علامة غير محمودة فإنكسار الموبايل في الحلم يدل على إنكسار شيء أو انقطاعه أو عدم تمامه لربما سفر لربما حمل لربما زواج ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن استعينوا بالله وبالصبر والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا هيعوض عليكم بأفضل مما خسرتهم طب الكفر بتاع الموبايل يعني لو أنتم اشتريته حامي للموبايل أو كفر للموبايل معناه إيه؟ الكفر بتاع الموبايل معناه حماية يبقى فيه موضوع أنت دخل عليه أو أنت فيه موضوع أنت داخل عليه وربنا هيبعث لك الحماية والمعونة في هذا الأمر لو أنت عامل استخارة على بيزنس معين أو على سفر لبلدة معينة وشفت في حلمك أنك بتشتري كفر أو حامي للموبايل بتاعك أبشر بهذا الأمر هذا السفر سيكون مؤيد من الله عز وجل أو هذا البيزنس أو المشروع اللي أنت هتفتحه مع أصحابك أو مع نفسك سيكون مؤيد من الله عز وجل وسيأتيك الرزق والخير لو أنت عامل استخارة على الجواز من شاب معين وشفت أنك بتشتري كفر وبتحطي الكفر على الموبايل بتاعك سيتم هذا الزواج وسيكون هذا الشخص مناسب لك يحميك ويحتويك ويفرحك بإذن الله الواحد القدير والحركة بتاعت حط الكفر على الموبايل دي يتعلامة على الجواز السريع لو أنت يا أخي شفت في حلمك أنك اشتريت كفر ورحت حاطت التليفون جوه الكفر هي بشارة بزواجك عن قريب وحمل زوجتك بإذن الله بسريعا وهي بشارة لك يا أختي لو أنت شفت أنك اشتريت كفر وحطت موبايل جوه الكفر حتى تزوجي من شخص راجل يحتويك ويؤويك ويفرح قلبك بإذن الله رب العالمين فرؤية الكفر بتاع الموبايل هي علامة محمودة فشرائه أو أنه يهدى إليكم أو أنكم بتشوفوه أو بتشترواه كلها علامات محمودة تدل على تأييد تدل على قوة تدل على خير تدل على أن الأمر اللي أنتوا دخلين عليه سواء كان بيزنس أو صفر أو عمل أو جواز هو أمر خير وسيتم لكم وسيؤيد من الله عز وجل طب لو شفتم في أحلامكم أن أنتوا عايزين تستخدموا الموبايل لكن ما فيش شبكة يعني مش عارف تتصل مش عارف تتكلمي أو مش سمع اللي بيكلمك عشان ما فيش شبكة هو بيدل على بعض التعصر في أموركم لو شفت أنك بتكلمي الشاب اللي أنت بتتمني الزواج منه لكن أنت مش سمعاه وهو مش سمعك لعشان ما فيش عنده شبكة أو عندك ما فيش شبكة أو لو أنت يا أخي بتشوف حلمك أنك بتكلم مديرك في العمل أو رئيسك في العمل أو بتكلم السفارة علشان موضوع الفيزا لكن أنت مش سمعهم ولهم ما سمعينك عشان ما فيش شبكة عدم وجود شبكة في الموبايل بيدل على بعض التعصر في هذا الموضوع أو بعض التعصر في هذه الأمور وغالبا بيكون بسبب مشاكل أو بسبب حاسدين وحاقدين حولكم أنصحكم أولا بعدم إخبار الأشخاص عن أخباركم يعني ما تروحش أقولي مثلا لأصحابك أن فلان جاي يتقدم لي وهو ولا جاه ولا تكلم عليك ولا تقدم لك ما تروحش تقول لأصحابك أن أنا خلاص قدمت على الفيزا ومستني الفيزا ومستني خبر السفر أو كلمت الكفيل والكفيل حيبعت لي ما تقولوش أخباركم لحد يا أخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان اكتموا أخباركم علشان تتم رؤية المحمول مفهو الشبكة في الحلم بتدل على تعصر في الأمور بسبب أشخاص حولكم لربما أشخاص أنتوا قلتوا لهم أخباركم لربما أشخاص أنتوا قلتوا لهم خطتكم يعني فيه واحد سبحان الله بيبع عنده فكرة جميلة عن مشروع جميل ويروح يقوله للناس كله وهو نفسه يفتح المشروع وقبل ما هو يفتح المشروع كل أصحابه فتحوا نفسه المشروع وهو تعصرت أموره وبيحلم أنه مش لاقي شبكة ويجي يقول للحلم أنه مش لاقي شبكة في الحلم في الموبايل بقول له أنت قلت أخبارك لحد يقول لي أيوه هو ده الحلم وإنت يا أختي لما يجي لك عريس أو فيه شخص يعني قال لك أنه معجب بيك أو عايز يتقدم لك ما تقوليش أخبارك لحد لغاية ما هذا الأمر يتم لك استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فرؤية عدم وجود شبكة في الحلم تدل على تعصر في أموركم بسبب أعداء أو بسبب حاقدين أو حاسدين حولكم لأن يا أخوة أنتو لما بتطلعوا في مكان آخر بيتلاقوا شبكة يبقى معنا رؤية عدم وجود شبكة هي المكان اللي أنتو فيه أو المحيط اللي حواليكم وهذا يدل على الأصدقاء والأقارب والأصحاب في ناس حواليكم منعين عنكم الخير في ناس حولك يا أخي أصدقاء منعين عنك الخير شوف مين هم أصحابك وشوف أنت مين هم أصحابك مين اللي أنتو بتعودوا معاهم مين اللي أنتو بتقولوا لهم أخباركم وبدأوا نظفوا المحيط اللي حواليكم ده علشان يجي لكم الخير عشان تجيلكم الشبكة ويأتيكم الرزق بإذن الله الواحد القدير طب لو شفت في حلمك أن شخص أهداك موبايل معنى إيه وخاصة لو أنت معجبة بهذا الشخص أو عرف الشخص ده في الحلم الهدية هي الخطبة أي هدية تجيلك في الحلم معناها خطبة معناها أن أنت تتخطبي وتتجوزي عن قريب الهدية وخاصة الموبايل بيدل على أخبار لها علاقة بالخطبة أو الجواز فلو شفت في حلمك أن في موبايل جالك هدية هي علامة تدل على خطبتك وجوازك عن قريب وكذلك لك يا أخي لو شفت في حلمك أنك جالك هدية محمول أو موبايل هدية في الحلم هو دليل على جوازك ودليل على خطبتك أو دليل على خبر سعيد له علاقة بالرزق وله علاقة بالسفر تسمعه عن قريب فالهدية في الحلم هي علامة محمودة أبشروا بها بإذن الله الواحد القدير الاتصال في الموبايل يدل على خبر تسمعه عن قريب لو شفت في حلمك أن في شخص أنت بتعرفه بيتصل بيك أو أنت شفت في حلمك أن في شخص أنت عرفاه بيتصل بيك هذا الشخص سيأتيكم منه خبر أو هذا الشخص أو محيطه يعني العائلة بتاعته أو أصحابه سيأتيكم منه خبر ولربما يكون الخبر سعيد أو لربما يكون الخبر غير سعيد فده بيبقى على حسب الرؤية فلو أنت شفت في حلمك أنك فرحانة بهذا الاتصال يبه هو خبر خير وكذلك لك يا أخي لو أنت فرحان باتصال فتاة معينة أو شخص معين لك في الحلم هو خبر سعيد يأتيكم والعكس صحيح فالاتصال هو خبر تسمعه عن قريب طب معنى ألوان الموبايل إيه؟ الألوان في الحلم لها معاني كثيرة الموبايل الأسود يدل على المال لأن اللون الأسود من السؤدد أي المال فلو شفت في حلمك وشفت في حلمك يا أخي أنكم بتشتروا موبايل لونه أسود هو خبر له علاقة بالمال لربما باب رزق جديد يفتح لكم لربما تتزوجوا من أشخاص أو فتاة أغنياء لربما يفتح لك باب سفر أو لربما تسمع خبر يأتيك منه ميراث أو لربما تسمع شخص يهديك مال أو يهديك مال فرؤية الموبايل الأسود يدل على خبر له علاقة بالمال فأبشره بهذا الأمر الموبايل البني في الحلم يدل على خبر له علاقة بالذرية والحمل فلو أنت متزوجة وبتتمني الحمل وشفت موبايل لونه بني في الحلم هتسمعي خبر عن حملك عن قريب ولو أنت متزوجة وبتتمنيش الحمل وشفت موبايل بني هتسمعي خبر حلو عن أولادك أو هتسمعي خبر خير عن صديقة أو قريبة تحمل وكذلك لك يا أخي لو أنت متزوج وشفت موبايل بني هو حمل زوجتك أو تسمع خبر عن حمل فتاة أو حمل امرأة في حياتك لربما قريبة أو صديقة ولو أنت غير متزوج وشفت موبايل بني في الحلم هي علامة على زواجك وحمل زوجتك عن قريب بعد الزواج الموبايل الأحمر هي علامة تدل على خبر أنتو بتحبوه أو مستنينه واللون الأحمر له علاقة بالحب وله علاقة بالزواج فلو أنت بتحب شخص معين وشفت في حلمك أنك بتشري موبايل لونه أحمر لربما تسمع خبر زواجك من هذا الشخص عن قريب وسريعا وكذلك لك يا أخي لو أنت شفت في حلمك أنك بتشري موبايل لونه أحمر أو أهدى إليك موبايل لونه أحمر هو له علاقة بالحب والزواج لربما تتزوج من فتاة أنت تحبها وتتمنىها الموبايل الأصفر في الحلم يدل على خبر له علاقة بالفرح والسرور يعني خبر هيجيلكم تسمعوا تفرحوا على طول وهذا الخبر قد يكون له علاقة بالمال أو بيزنس أو صفر أو فيزا أو له علاقة بالحب أو له علاقة بالزواج لأن الله عز وجل قال هي بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاللون الأصفر يدل على السرور يدل على الخير اللون الأخضر في الحلم يدل على الإيمان والطمأنينة فلو شفت في حلمك أنك بتشري موبايل لونه أخضر هي علامة تدل على الإيمان وتدل على الطمأنينة لربما كان في مشاكل في حياتك أو لربما أنت يا أخي في مشاكل في حياتك ولا حول القوة إلا بالله فاللون الأخضر يدل على زوال المشاكل يدل على الخير القادم لكم واستقرار الأمور اللون الأزرق يدل على حفظ من حسد لو أنت شفت في حلمك أنك بتشري موبايل لونه أزرق أو الكفر بتاع الموبايل لونه أزرق أو أنت شفت في حلمك أنك بتشري كفر للموبايل بتاعك لونه أزرق وأصبح التليفون بتاعك لونه أزرق أو التليفون نفسه لونه أزرق هي علامة تدل على حفظ من حاسدين وحاقدين حولكم علامة بتدل على أن في رزق قادم لكم أو خبر سعيد قادم لكم وإنتم حداروا عليه يعني مش هتقولوا عشان تحفظوا نفسكم من الحسد لربما قادم لك عريس للجواز أو خاطب للجواز أنت مش هتقولي هذا الخبر لأصحابك ولا هتقولي لحد الغتا ما يتم وكذلك لك يا أخي لو شفتم بايل أزرق في خبر سعيد قادم لك بس أنت مش هتشرك هذا الخبر مع أصحابك ولا أقربك أنت حداري على هذا الخبر حتى يتم لك لربما أنت تسعى للصفر لربما أنت مقدم على فيزا فلو شفت الموبايل الأزرق هي علامة على أنك حداري على هذا الأمر وتستعين بالكتمان حتى يتم لك هذا الأمر وهذا الأمر محمود قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فلو أنتم دريتم على حاجة جيلكم دي علامة محمودة مش علامة وحشة وربنا عز وجل حيكمل لك هذا الأمر على خير ويحفظ لك هذا الأمر من عيون الحاسدين والحاقدين لأن اللون الأزرق في الحلم يدل على حفظ من عين حاسدة أو قلب حاقد اللون الوردي أو البنك في الحلم يدل على شيء أنتو بتحبوه لربما أنت بتحب شخص معين ومش عارفة هو بيحبك ولا لأ لربما أنت بتحب فتاة وأنت مش عارف هي بتبادلك نفس الشعور أو لأ لربما أنت نفسك في ترقية في العمل لربما أنت نفسك بتشتغلي في شركة معينة لربما أنت نفسك في الحمل ببنت لو أنت نفسك في الحمل ببنت وشفت اللون الوردي عامة في الحلم أو شفت الموبايل لون وردي أو الكافور بتاع الموبايل لون وردي حتسمعي خبر عن الشيء اللي أنت بتحبه يفرح قلبك بإذن الله لو بتتمني الجواز حيتم الجواز لو بتتمني الحمل ببنت حيتم الحمل ببنت لو أنت بتحب بنت معينة وشفت اللون الوردي في الموبايل في الحلم هي حتبعت لك رسالة وقلبك حيفرح بالرسالة دي أو هي حتتصل بيك وحتفرح أنت بالاتصال ده أو أنت حتتصل بأبوها وتطلب إيديها للخطبة أو الجواز اللون البينك أو الوردي في الحلم علامة محمودة تدل على أخبار سعيدة لها علاقة بموضوع أنتو بتحبوه أو موضوع تتمنوه سوف يتحقق لكم بإذن الله الواحد القدير اللون البنفسيجي أو البربل في الحلم له علاقة بالرومانسية وله علاقة بالطمأنينة والسكينة دايما 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 اللي بيشوف اللون البنفسيجي أو الليفندر أو البربل في الحلم له علاقة بشخص رومانسي يعني أنت رومانسية بتحب الجو الشاعري بتحب الجو الهادئ المستقر وإنت كذلك يا أخي رومانسي بتحب الرومانسية وتاخد الأمور ببساطة وجمال وليك شياكة في تقديم الأمور يعني لو أنت نفسك تتجوز من فتاة معينة عايز الأمر ده يحدث بصورة معينة وبطريقة معينة وإنت دقيق جدا في اختياراتك وفي حركاتك لازم تبقى الموضوع ماشي بمنظر معين علشان هو ده اللي أنت بتحبه فاللون البنفسيجي في التليفون لو شفت أن التليفون بتاعك لونه بنفسيجي أو أنت بتشاري موبايل لونه بنفسيجي وكذلك لك يا أخي اللون البنفسيجي في الموبايل يدل على أمر له علاقة بالرومانسية والحب لربما تتزوج من فتاة رومانسية أو أنت رومانسي تتمنى الزواج من فتاة بس بطريقة رومانسية يعني هتعمل لها الموضوع أو هتيجي تطلب إيديها منظر شيك كده يعني منظر رومانسي يليق بيك ويليق بالفتاة فاللون البنفسيجي هي علامة أنا بحبها شخصيا بيدل على أن الإنسان دوت إنسان راقي محترم رومانسي حيروح يتقدم لوحدة بطريقة شيك أو هي رومانسية عايزة خطبها يتقدم لها بطريقة شيك كده شيك تشرفها دم أهلها فاللون البنفسيجي يدل على أشخاص ذو ذوق رفيع طب لو الموبايل لونه جلد أو دهبي في الحلم اللون الدهب يا أخوة هي علامة أنا ما بحبهاش إلا في حالات معينة لو اللون الدهبي لون دهبي فائع يعني عارفين اللون الدهب الأصفر الفائع ده ده علامة محمودة لو هو أصفر فائع يدل على الغنى ويدل على الثراء ويدل على السرور قال الله عز وجل سفراء فاقع لونها تسر الناظرين فكان الشرط إن هي فاقع اللون تسر الناظرين يعني لو التلفون بتاعك لونه أصفر جلد فائع بيلمع فهي أخبار تسر قلبك أخبار لها علاقة بالغنى والثراء لربما عمل لربما صفر لربما تتزوج من فتاة غنية وأنت يا أختي لربما تتزوج من شاب غني لو الموبايل بتاعك اللون دهبي فائع في الحلم أو أخبار تسعدك وتفرح قلبك قادمة لك عن قريب فهذه هي المعاني في رؤية الموبايل في الحلم تعرفنا على ما معنى لون الموبايل وما معنى شراؤه وما معنى بيعه وضياعه وسرقته وانكساره فلو شفت أي حلم له علاقة بالموبايل اكتبوه لنا في التعليق إن شاء الله نفسر لكم أحلامكم ونختم بدعاء بسيط عسى أن تكون ساعة إجابة اللهم يا رب لك الحمد والشكر والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب اجعل كل من سمع هذا الدعاء وأمن عليه أو حضره أو استمع له اللهم يا رب جعلنا جميعا في رحمتك اللهم جعلنا جميعا في رحمتك اللهم انظر إلينا نظرة رحمة ترحمنا بها عم من سواك يا رب يسر الزواج لمن تتمنى الزواج يا رب يسر لها الزوق الصالح والبيت الصالح والذرية الصالحة يا رب يسر لها الرزق ويسر لها كل أمور زواجها يا رب وعفها بالحلال يا رب يسر الزواج لمن يتمنى الزواج يا رب رزق الرزق الصالح الحلال يا رب رزق الذرية الصالحة والذوق الصالحة والبيت الصالح يا رب عفنا جميعا بالحلال وكفينا شر الحرام يا رب يسر الحمل والذرية لمن تتمنى الحمل والذرية يا رب يسر الحمل لكل متزوجة يا رب ما تحرمش أحد من فضلك يا رب يا رب يسر للمطلقة والأرمالة زواجهم إن كانوا يسعوا للزواج ويسر لهم الستر أسطر علينا أجمعين أسطر على نسائنا وبناتنا وأولادنا وأهلينا يا رب اغفل لي أبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربياني صغيرة ارحمهما كما ربونا صغارا يا رب اشفي كل مريد مسلم يا رب اشفي كل مبتلى مسلم يا رب ارفع عنا البلاء والأذى يا رب يا رب اصرف عنا الأعداء يا رب حسدونا يا رب يا رب سحرونا يا رب يا رب عطلوا أمورنا يا رب يا رب تكلموا علينا بالغيبة والنميمة وكلام السوء يا رب يا رب قلبوا قلوب الناس علينا يا رب ليس لها من دون الله كاشفة رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا رب فرقها علينا يا رب يسر السفر لمن يتمنى السفر افرقها علينا ويسر يا رب الزواج لمن تتمنى الزواج يا رب لو كانت يا رب هناك فتاة مسلمة تتمنى الزواج من شاب معين وكان هذا الشاب صالح لها يسل لها هذا الشاب يسل لها هذا الزواج يا رب إن كان هناك شاب مسلم يتمنى الزواج من فتاة معينة وكانت صالحة له يا رب يسل له هذه الزيجة يا رب يسل له الزواج من هذه الفتاة وارزقهم يا رب البطانة الصالحة والبيوت الصالحة والذرية الصالحة يا رب غفل لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا نستغفرك يا رب من كل شيء حرام فعلنا نستغفرك يا رب من كل نظرة حرام نظرناها نستغفرك يا رب من كل بطشة بطشناها نستغفرك يا رب من كل ظلم ظلمنا نستغفرك يا رب من كل مال حرام أكلناه بدون عمد وبدون قصد اللهم اطعمنا بالحلال واغننا بالحلال وكفنا بالحلال واغننا بحلالك عن حرامك نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربع اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وصحاتنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارثة منا واجعلها أبدا ما بقينا ارحمنا وارحم كل من سمع هذا الدعاء وأمن على هذا الدعاء ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا الله اغفر الذنوب واستر العيوب وتب علينا لنتوب إنك أنت علام الغيوب اللهم بلغ النبي محمد من السلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله طب تحيا وميتا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة اللهم ارزقنا صحبته في الدنيا والآخرة رزقنا محبته في الدنيا والآخرة رزقنا رفقته يا رب واجعلنا في لوائه وتحت عرشه حبيبنا يا رسول الله اشتقنا لرؤيتك في المنام يا رسول الله اللهم ارزقنا رؤية النبي في المنام اللهم ارزقنا يا رب زيارة النبي وزيارة بلده وزيارة مدينته اللهم اجعلنا دائما من جواره وزواره اللهم اغفر الذنوب التي تمنع عنا الرزق وتمنع عنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر الذنوب التي تمنع عنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام اللهم لا تحرمنا رؤيته في المنام ولا تحرمنا صحبته يوم نلقاك عندك يا عدنان اللهم يا رب جعلنا في لوائه وتحت عرشك يا رب من المرحومين ومن المغفورين لهم يا رب العالمين آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته